يخلي الدنيا لطيفة الأعصاب أهدى التوتر كله يعني لو التوتر مبتدين المباراة 50-50 بين التوتر 80-20 100% يعني يفهم برايح الأعصاب وتحس ان المباراة لسه خلاص قدامها وتحس ان الخصم هو اللي عليه انه ياخد المباراة هذه النقطة بلدت عايزة تكلمك فيه واللي انت ذكرت من شواء اللي حصل في مباراة زمالك ونهضة بركان في بطولة كونفدرالية هذا اللي فرق مع الزمالي هدف في أول 20 ديئة ريح الدنيا قوي حتى وإن كان الزمالك بقى يقبل لعب لكن الخطورة فضلت مستمرة لغاية صفرت الحكت طبعا حتى لو زمالك فضل يقبل لعب اللي هيفرق معنا ان انت لما تسجل هدف الأول تكمل وده اللي حصل بقولك في مانش القطن انت سجل والهدفين جايين ازاي من راس مالك كرات سبت الأول وقع الجمعة والتاني كان في الأفيرو الهدف التاريخي اللي كان لف فيه راسه بتعاجل بير نفس الكلام اللي هو هدفين من كرات سبتة خلصت القصة كلها هم الهدفين هيجبروا كاردوزو على انه يفتح الملعب وقت ما هو يفتح خطوط وانت اكيد عندك بلان بيه في وقت لا يعني مؤسطة هي كلها مهنة التدريب دي مهنة صعبة يعني هو مش عنده بقى التفكير واحد بس ان انا لو ده حال التعادل في أول 10 دقايق وبعدين المبرزة يدي في ديربي شمال أفريكي زي ده ما بين أكبر فرقتين في أفريكي على مستوى في سيناريوهات بتيجي في سيناريو لانا متكلم فيه مع اللعيبة ولا احنا عاملين احتمال لي ورد جدا مع تغييرة معينة مع كارت أصفر او كارت أحمر تلاقي انا عايز سيناريو تالت خالص بالضبط هيجي النقطة لكن زي ما بقولك ياما كولر على فكرة في وقت كتير جدا بيكتب ورق وبيدي لي اللعيبة في وسط المطشاط عشان يعني يغير في حاجات جوة السيناريو ودي من سمات المدرب الكبير ومن سمات المدرب اللي ما بيقولش عيش فيه مدربين كده بتاكل عيش لأ هو مش مدرب بيأكل عيش هو مدرب جاي فاهم وعارف قيمة الأهلي وبدأ يفهم ده وبدأ يشرب ده على مدار الموسم اللي فات والموسم الحالي مذاكرة مارس الكولر لمدارس مختلفة من المدربين اللي واجههم في أفريكيا من وقت ما بدأ سيبك من بتوعية دور المصر يسيبك لأنه بتواجههم كل شوية يعني على مدار بطولة الدور المصر المدربين ممكن تكون بتواجه في الأسبوع الثالث مع فريق الأسبوع الرابع هتلاقيه هو هو مع فريق تاني لكن القصة هنا إن المدربين بتوع أفريكيا إنك بتواجه مدربين من مدارس مختلفة مدارس بلجيكية فرنسية ده وكاردوزو كمان سي في محترم يعني درب فرق في الليجة ودرب فرق في فرنسا دي حقيقة سلتافيجو سلتافيجو وهو كمان أعتقد كان أسيستنت في ديبورتيفو لأكورونيا لا لعيبش كورة ده راجل من وقت ما بدأ يعني أنا مقاردة السي في بتاعه قبل النهاية بعضم مدربين العالم على فكرة ما مرينيو ملايجكو مرينيو ملايجكو بالظبط وكان له عن شلوتي كان لعيبكو عايز بس ما كان لعيب يو سوفرستار جورديولا كان لعيب عادي جامل يعني عندما تقارنه فيجو لما تقارنه بأسماع كتيرة لعبة كان عادي فعلاً يعني ما كانش عقار يعني بس إسنا زين الدين زيدان بس أو الأحيان بس خد بالك زين الدين زيدان كلعب بالنسبة لي أقوى بكتير جداً من زين الدين زيدان المدرب كان الفترة كمان اللي كانت تدريب فيها هي 3-4 سنين وبعد كده وبعدين أنا دايما بقيس برضو إنه التجربة لازم تتكرر يعني لازم النجاح يحصل يعني في أكتر من مكان وده اللي منجح جوارديولو أنشلوتي الحد وقتين الهدي جوارديولو أنشلوتي حقيقة بس فأعتقد إن مارسل كولور في تفكيره في المباراة مقسمها لأكتر من سيناريو سواء سجلت بدري ولو ما سجلتش بدري الأهم إن أنا ما استعجلش إن أنا سجل ما استعجلك في أنك إنت تسجل هيلبسك أخطاء ما لاش لازم هتسجل في الترجي إزاي؟ يعني لو أنا النهاردة بابني السيناريو إنه أنا عايز أسجل وعايز أسجل هدف مبكر وعارف إنه الترجي يبدأ المباراة شديد التحفظ زي ما الأهلي كان مدي أو يعني تكليفات كولور للحضاشر اللي موجودين في الملعب الدفاعية أكتر بكتير جداً من الهجومية أنا بتهالي إنه كردوزو هيجود على ده ويزود على ده مع فريق الترجي في مواجهة القاهرة طيب هنا أنت تلجأ لأسف فكرة الاختراقات من العمق أو من الأجناب هتبقى سيناريو صعب جداً أبتكلم على هدف مبكر أبتكلم على هدف مبكر هتلجأ لإيه مع فريق زي الترجي ده نقدر؟ أعتقد إن ده هيحتاج لحاجة وده اللي ياخدنا للتشكيل تشكيل الفرقة قدام الترجي أعتقد أن هنلتزم بنفس الشكل وبنفس الطريقة وبنفس اللعيبة اللي موجودة باستثناء بس أتمنى إن الردى سليم يشارك من بداية المبرارة مكان؟ مكان بيرسيتاو على اليمين ليه بقى؟ نو كومنت بس يعني هقولك ليه؟ ماشي على الشمال حسين الشحات بيعرف يدافع أحسن من الردى سليم حسين الشحات عمل مبرارة دفاعية بصحل تقييم حسين الشحات هت ليه سبعة وثلاثة أنا مش فتفك أنا شايف إنه أكتر من كده على مستوى الدفاعي بس طبعا سبعة وثلاثة يديلي إنه هو لعب هجومي فبياخد الردى الشحات لعبها يعني الشحات في الوقت كتير جدا مركز الباكي اللي يمين عليه هو طبعا ناحية الشمال دلوقتي لأنه باكي شمال لكن الشحات أساسا لعب المركز ذا هو أساسه كان باكي مين لكن اللي قصوده إنه حسين الشحات دفاعيا هو أفضل أو حسين الشحات عنده وركريت إنه هو مش هيمل ولكن هيجرى الله أكبر عليه أنا مثلا المرش اللي في التسعين دي يا حسين الشحات الناس ممكن تكون شايفة إنه حسين الشحاته الكرة في رجله ما كانش أحسن حاجة لكن حسين الشحاته الكرة مش في رجله هو كان عامل دور دفاعي إحنا كنا بنشوفه أحيانا بيكون هو الباكليفت وكريم في وقت بيخش في العنق يكون تالت مدافع تالت ريدا سليم ليه بقى مكان برسيته تحديدا وده بالنسبة للدور الهجومي فاكر ماتش الاتحاد الهدف العالمي اللي سجله ريدا سليم طبعا الشمال اللي رايحة بليسنج وكان مين الجول كيبر مهدي سليمان مهدي سليمان ريدا سليم بيعرف يتوغل في العمق بشكل ممتاز ان ريدا سليم جاي بالجلدة هو المفروض كان لوقتها جناح يمين الجلدة جايه مع دايرة التمنتاشر فاللي هيفرق معيك في عدم موجود بيرسيته بيرسيته قدم ده ولكنه بدنيا بيرسيته واضح عليه في الملعب مش هو بيرسيته بتاع السحن اللي فاتت وده شيء طبيعي نراجي شارك أمم أفريكيا كل الملشاط مع المداخب جنوب أفريكيا رجع مصاب أصلا خد وقت على ما رجع وبعدين لما رجعت كمان لعبت مباراة تقيلة فده فرق معي لكن على الجانب الآخر ريدا سليم أولا ريدا سليم لما نزل المرشي اللي فات حسيت ان ريدا سليم جعان هو عايز يعمل كل حاجة في الملعب وضيف على ده إمكانيات ريدا في دخوله للعمق بيرسي عملها في مرشي الرجاء لو نفتكر الأسيسة حمدي فاتحي لما حطها له تشيب من فوق المدافعين وحمدي سجلها في الرجاء ريدا أفضل من بيرسي السبب واحد أن ريدا عنده دقة تسديلات على المرمى أفضل من بيرسي تاو وريدا عنده لعبة برجله الاتنين أفضل من بيرسي تاو وضيف على كل الكلام ده التفاهم اللي ما بينه وسامو ريدا يعني شوف المباراة اللي هي بتاعتلت حد الهدف اللي بيقولك عليه وسامو هو بيسلم وبيعدل جسمه هو من غير ما يبص لعبة الكرة شاء عارف ريدا واقف فين التفاهم اللي ما بينهم ده ظهر برضو في مباراة أنا بس مش متذكر المباراة أعتقد كانت مباراة زد أعتقد أن هي كانت مباراة زد أنا بس مش متذكر المباراة التجنس اللي ما بينهم إن أنا اللعيد من قبل ما يتحرك أنا المكان ده أنا عارف إن أنا لما هباصي المساحة دي بيشغلها ريدا سليم فريدا بالنسبة لي أفضل من بيرسي في الجزئية دي كمان لأن أمين بن حميدة بيضم دايما على قلب الدفاع لما هيدم على قلب الدفاع بيوم جاي مغطي مين غلال شعلان فدي محتاجة لعيب عنده مرونة كتكية يقدر أن هو يلعب لأن بيرسي تقول لعب خط بدليل أن بيرسي تقول لما لعب مهاجم ما قدمش المستوى اللي أنت مستنين منه لأن بيرسي تقول لعب فترة كبيرة مهاجم لما تحاول لجناح بقى أفضل لعب في الكرة وأضيف على ده كمان إنه ده مكان ريدا سليمي المفضل بالزبط دي أهم جزئية أيو يعني ريدا صحيح كولر بيميل أكتر لتوظيفه كجناح شمال ساعات بيلجأ ليه كورقة كجناح يمين لكن هو أصل رضا وأرقام رضا اللي خلت الأهل يفكر فيه عشان يكون موجود في السكواد هداف الدور المرير من الحتة دي من الجناح اليمين بالزبط ومميزاته كمان مش سهل أنك تلاقي لعب بيقدر لعب برجل الاتنين بنفس الكو هو بيميله وشماله بساعات الناس يتلحب أكترين أساسي يعني لو اتفقنا على أنه ده خيار قدام مارسل كولر ساعتها ممكن بيرس يتاو نفسه يبقى ورقة مفيدة جدا في الشوط التاني تهيب عندك بيرس تاو وإن شاء الله بإسم الله عبدالهدري إذا كان وجهة نظرك فكرة أنه البدني عند تاو مش أحسن حاجة دلوقتي ينزل يصنع هالفا ينزل بعد ما يكون رضا يعني أنهى على الجبهة دي بدنيا فيقدر يبقى فعال ومنتج أكتر أنا عجبني طريقة التفكير أنا شايف أنه دي الأفضل أن أنت تبدأ بيها لكن باقي التشكيل أنا شايف أنه هو نفس التشكيل يكمل أنا لو كان قابل المباراة حد أنا أنه عالي معلول ما لو عالي معلول ما كانت صاب المطش اللي فات في ديئة 80 كنت أقول لك لا المطش اللي جاي كريمي دي بيس عشان ده مركزه لكن بعد المستوى اللي قدم ولو أحمد نبيل كوكا جاهز أعتقد هو اللي يكون أنسب للاحظة كريم فهد قدم جيم كويس كريم دي بيس في اللحظات اللي غاب فيها علي قدم برضو أوراعة مادو أحمد نبيل كوكا تقلق جدا مع نادي الأهلي وأثبت وحجز مكان مع مارس الكولر ورجعت في بداية الحق النهاردة لأنه بدايته أساسا كتبك شمال فورت جدا يكون ورقة وإنت بالتأكيد في الحتة دي تعسبا لأي ظروف يعني أنت محتاج اسمين أو ثلاثة فمين الأقرب من وجة نظرك أعتقد بعد مباراة الشهر يعني لو خلينا نقول للتلاتة جاهزين في النهاية أنا أعرفش طبعا في النهاية الكولر هو اللي بيقيم وهو اللي بيحدد مين الأجهز مين الفت مين ليقدر ينفذ الطريقة اللي هيلعب بيها والواجبات اللي هو هيكلفه بيها في الجيم لكن لو خلينا نقول للتلاتة في نفس المستوى شايف مين أقرب للحتة دي أعتقد بعد المستوى اللي قدمه المباراة اللي فاتت فأعتقد كريم فؤاد لأن كريم فؤاد بيبقى راح جاء على الخط بنفس اللي كان عند علي معلول مع الفارق طبعا في الخبرة وفارق الندامة كان وكل الكلام ده وكريم فؤاد لها مع أمبي كمان قبل ما كان يجي الأهلك قبلها على بك شمال وضيف على كده أن ليه بفضل على الاتنين لأن أحمد نبيل كوكا هيكون لسه راجع من إصابة فالوضع ممكن نوعا ما يكون شوية مش فت مية في المية ولو حتى فت مية في المية أنا راجع من إصابة فيه شوية هو يعني بطبيعة الحال بطبيعة فطرية جدا هو ممكن يكون خاف على نفسه ببعض الأحيان في تدخلات معينة لكن كريم فؤاد لا نفس الكلام كريم الدباس إن المرة اللي فاتت كان برق قيمة في مباراة الترجي كان خارج القيمة اللي هي كانت قيمة الماتش فإنك تجيبه من بعيد قوي وتلعبه في فينال ما تمناش إنه تحصل زي ما حصلك مع حسين السيد في 2017 لما عليه معلولة تصابه مرة واحدة بحسين السيد اللي هو الأساسي فما تمناش الحاجات تحتلال في لعيب جاهز ولعيب لعيب مباراة وعارف المنافس بتاعه وعارف اللعب بتاعه أعطاك الكريم فؤاد هو اللي خط النص أنا وزي كتير من جمهور نادل أهلي بيننا رين بإن أنا محتاج أكرم ومروان عشان أأمن وعشان أساند خط دفاعي وعشان أدي شوية مساحة للظاهرين سواء هاني وكريم أو أي حد تاني يختاروا مارس الكولر في إنهم ما يتحركوا فبالتالي مروان وأكرم يقدروا يعملوا البلوك ويقدر يغطوا شكرا